هذا التقرير الصادر للمرة الأولى من هيئة الأمم المتحدة أو مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشكل رسمي ما القيمة المضافة التي يطرحها هذا التقرير هذه المرة؟ يعني طبعاً هذا التقرير تقرير مهم جداً لأنه يأتي من قبل خبراء مستقلين تعينهم يعني مجلس حقوق الإنسان اللي هم المقررين الخواص وهؤلاء خبراء بالفعل وما احتوى عليه التقرير يمكن أن يشكل قرار اتهام رسمي وأممي موجه ضد المسؤولين في نظام عفتاح السيسي عن مقتل الدكتور محمد مرسي وهذه طبعاً كان سبق هذا كان فيه تقرير بتاع ميشيل باشلي هي المفاوضة السامية لحقوق الإنسان اللي أصدرته في 18 يونيو بيان يطالب ضرورة أن يكون هناك تحقيق مستقل ودولي وشفاف حول وفاة الرئيس محمد مرسي وأشارت أيضاً في تقريرها الأولي إلى ظروف الاعتقال الوحشية أو الشديدة التي كان تعرض لها الرئيس مرسي في محبسه ومنعه من الزيارة ومنعه من تلقي العلاج وعدم التجاوب مع شكوى المستمرة في المحكمة حول ظروف اعتقاله وحول حالة العزلة الكاملة التي كان عفتاح السيسي يفرضها على الدكتور مرسي لمنعه من الحديث ولمنعه من الكلام ولمنعه من أن يقول ما لديه وقد طلب الدكتور مرسي ربما أكثر من مرة بأن يسمح له بجلسة سرية لكي يدلي بإفادات ربما تساهم في شرح الأمور طبعاً هذا التقرير تقرير مهم ولكنه خطوة أولية ينبغي أن نبني عليها في المستقبل سواء كان في ملاحقات لرموز هذا النظام اللي هم مسؤولين عن هذه الجريمة التاني شيء أنه ينبه طبعاً المجتمع الدولي ويدق أجراس الخطر أن هناك الآلاف أيضاً معرضون لنفس المصير الذي تعرض للدكتور محمد مرسي وربما نحن لدينا الآن حوالي 550 معتقل تم تصفيتهم في السيون المصرية إما بسبب التعذيب أو معظمهم بسبب انعدام الرعاية الصحية نتيجة الظروف الوحشية التي يعاني منها المعتقلون الأمسي